ازاي اياكم عاملين اي رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف الفيديو اللي نزل مبارح كان عروسة المولد للبنات النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حصان المولد للولاد علشان محدش يزعل وبرضا ان شاء الله بطريقة سهلة واي حد يقدر يعملها ويلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي اول حاجة رسمت حصان على ورقة واللي مالوش في الرسمة اوي زي حالاتي ممكن يستعين بجوجل او اليوتيوب يكتب رسمه حصان وهيطلع له الشكل ده انا حطيت الورقة على الكمبيوتر وشفيت الرسمة ودلوقتي هاقص الديل وهاقص الزجزاج اللي فور علشان يبقى سهل في تقطيع الكارتون وقصيت اربع كطع من الكارتون بنفس حجم الورقة اللي هي مفروض هتبقى جسمها وهنلزق الاربعه في بعض بالشامع وقصيت بنفس الحجم ورقتين من ورق الفوم بس واحنا بنقص نخلي باننا نقصهم عكس بعض يعني مش نحط الرسمة باتجاه واحد مرة نثبتها اتجاه اليمين ومرة التانية نثبتها اتجاه الشمال ونقص ونثبت ورق الفوم على الكارتون بالشامع وقصيت اسقوصة من ورق الفوم على قد الفراغ الموجودة على الحصون وبعدين هسبت الاسقوصة بالشامع وقصيت من ورق الفوم ديل وشعر اللي احنا قصناهم في الاول من الورقة قصيت زيهم من ورق الفوم قصيت من كل شكل اتنين وهلزقهم في بعض وبعدين هسبت الديل على الحصون بالشامع والشعر كمان هلزقهم ببعض وهسبت ورق الفوم على دماغ الحصون برضو بالشامع وقصيت دايرة صغيرة باللون الاسود وهقسمها نصين وهسبت نص من فوق كده والنص التاني من النحية التاني وبقى صقوصة صغيرة من ورق الفوم هعمل بيها اللي جان واسقوصة صغيرة وحطاها برضو مكان اللي جام على وش الحصون وبعدين هعمل العين قصيت دايرة صغيرة باللون الاسود واللون الابيض وسبت الدايرة على الحصون وبعدين لزقت الدايرة اللي باللون الابيض وقصيت شكل زجزاج كده من ورق الفوم وعملته زي التاج مش عارفة ليه تاج بس حبيت اعمله كده وقصيت برضو قصائص صغيرة وحطتها على الرجل من تحت كأنها حدوة الحصون اتنين على كل رجل وبعد كده حسيت ان العين لو شكلها اكبر ومسحوب شوية هيبقى شكلها احلى فقصيت عيون تانية بالشكل ده كإني بقص دايرة وفي الاخر بقفل بسحبة وقصيت دايرتين باللون الاسود وهسبتهم على بعض بالشامع وشلت العيون اللي كنت عاملاها وحطيت العيون الجديدة مش عارفة حسيت ان كده احلى وانتو برضو قلولي رأيكم في التعليقات كده شكلها احلى ولا وهي مدورة وبعدين انا عندي سترس او ممكن بولا الفون برضو لفيته على الحصان من فوق كده وكده بقى شكله هامل بقى القاعدة اللي هيقف عليها الحصان كارتنتين مدورين وهسبتهم على بعض بالشامع وهجيبي الزينة دي بتاعت ايدي الميلاد اللون الاخدر على اساس ان لون نجيلة وكده يعني ومش عارفة ليه فيها لون دهبي بس ما كانش في المكتبة غير اللون الاخدر والدهبي ده فما علينا يعني كأنها اخدر بس وهلفه بالشامع على الكارتون كده وبعدين هسبت الحصان عليها بالشامع وهيبقى ده شكله بعد ما خلص وهديه الادم ونشوف رأيه في ايه وايدي حصان مولد بعد ما خلص وطبعا ادم مش مستني طبعا ادم مستعجل جدا عليه عايز ياخده عمال اعيز الحصان اعيز الحصان صح اه اعيز الحصان اه هتعمل بايه اما هلعب بى فาย هتلعب بشويه طب هن قوزه هتلعب بد ان او بوازته نwhada هأبوازي انا بس لعب باية بس هتلعب بشويه بس وعد ولو بوزتوا هبوز طيب ماشي هتقول لهم ايه قل لهم تدتك في القناة و ايه بقى و ايه تاني والبلونة هنا فوق والبلونة هنا فوق طيب قل لهم كل سنة و انتم طيبين انتم طيبين كل سنة و انتم طيبين انتم طيبين ماشي يلا باي 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 الحصان بتاعك او هبوزة بق اللا مبسوت او مبسوت عشان تجدت الحصان هتحافز عليه هتقطعه وكسره و هتلاقيه ما مش حصان هلاقيه كارتون بس هلاقي هاي هاي تانو تقطعه منينة بتقطعه مردان دي مش هتقطعه اوه تجدت اوه 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 اوه